تعالوا بينا نخد بعضنا ونروح على ايه بقى حاجة انا شفت الصورة صعبة الى ابعد الحدود طفل صغير وخشب فيها مصامير مصمرين تحديدا رشقين في دماغ الولد من فوق دي حاجة اظنها شديدة الصعوبة واظنها ايضا عملاج رحية شديدة الحرج الحمد لله والشكر لله انه الفريق الطبي قدر انه هو يخلص هذا الطفل الجميل من هذه الخشبة اللي انتوا شايفينها قدامكم بالمصمرين دول حاجة مخيفة يعني يعني طبعا انا مش عارف ايه اللي حصل وده اللي انا حاول افهمه وطبعا البداية بتاعتي هي انه احنا ودي الاشعاعات بالمناسبة ان انا عايز فعلا اشكر الفريق الطبي في جامعة الزأزيق بان هما ناجحوا في انقاذ حياة هذا الطفل تعاني على التليفون الدكتور محمود مصطفى استاذ ورئيس قسم جراحة المخ والأعصاب والأعصاب بطب الزأزيق اهلا بيك يا دكتور دكتور محمود يا دكتور اه ده الخط بيقطع جامد واعتقد الشبكة عند حضرتك مش قد كده اه طيب احنا هنحاول نتصل مرة تانية بدكتور محمود خد بالك انه يعني احنا اكيد لما نيجي نعاود للتصالب دكتور محمود هنعرف ايه ملابسات الواقع دي او هذا الحادث يعني ده نمرة واحد نمرة اتنين انا اللي اقدر اقوله في الحاجات اللي زي كده بس حطوا عينيكو على عيالكو كويس اصداد طفل صغير يعني واضح انه عنده بالكتير 3-4 سنين بليس غنطوط يعني ايه اللي حصل في مسئولية لازم هتقع على عاطق ولي الامر ايه المسئولية خد بالك خد بالك ابنك طفل صغير بيلعب بيتشاء ممكن يتزحلق يتنطط يعمل اللي هو عيل وشائي وبالمناسبة الشقاوة في الولاد حلوة مش حاجة وحشة وبالفتك بيته العيال بتاع بطل شقاوة بقى انت كده بتحدد قدرات الولد الشقاوة دي جزء من نشاطه وزكاؤه بالمناسبة يعني فخدوا بالكم من العيال الجيد في الموضوع ان احنا عندنا فريق طبي مصري بشكل عام وفي الزأزيئة هو مثلا على سبيل المثال بشكل خاص عندهم من الكفاءة والعلم والمهارة ان هم نجحوا في انقاذ حياة هذا الطفل انت شفتوا الخشبة وشفتوا صورة الاشعة يعني هاتلي الخشبة تاني وهاتلي صورة الاشعة تاني وانا مش عايزين حتى نعرض لكم الصورة بتاعة الطفل والخشبة راشقة فيه لانها حقيقة صعبة يعني مؤلمة ادي الخشبة حتة خشب مصمرين راشقين بقى في دماغ الولد عاوز تشوف الصورة بتاعة الاشعات اهو المصمرين راشقين في دماغ الولد من الاعداء يعني مصيبة انا الي هميني ان احنا الحمد لله تطمين على انه الولد الحمد لله تم انقاذ حياته الحمد لله بص خلي بالك شفت بقى هي مخترقة واضح العظم بتاع الجمجمة يا رب يا رب يا رب يا رب انه ما يكونش فيه اي ضرر لحق بمخ هذا الطفل الصغير اللطيف اتمنى ما يكونش فيه اي ضرر لحق وده اللي مهمة عندي يعني تم انقاذ حياته الحمد لله والشكر لله هل يا ترى يا هل ترى فيه اي ضرر لحق بمخ الولد هل من الممكن ان يكون فيه اي حاجة يعني ترتبت على هذا الموضوع الله اعلم خلوني هنا ارحب مرة تانية بدكتور محمود مصطفى وستاذ ورئيس قسم جراحة المخ والاعصاب بطب الزقذيق اهلا بيك يا دكتور اهلا بحضراتك وستاذ المشاهدين كل الشكر ليكم الحقيقة كفريق طبي متميز ورائع وكما جرت العادة ودي بالمناسبة طبيعة الفرق الطبية المصرية وانا دائم الحديث عن ذلك الطبيب المصري هو الطبيب الاكثر والاعلى طلبا في اوروبا يوميا نشوف يعني سفارات اوروبا وبريطانيا يمكن بالتحديد تطلب الدكتور المصريين فيطلبوا حضراتكم بالاسم نتيجة الكفاءة والتميز الكامل يعني نجحتوا في هذه العملية وانا محتاجة فهم ان لحصل دكتور والله يا حضرتك وطبعا احنا دايما اصطلات الرئيس في الاطفال بتكون نتيجة حياة التطوط بعدم مرافبة الكفل او ان انا احنا اسفى عنه او من تجيش ليك ده كانت عبارة عن فاسة ده حضرتك تقتل من دور عائل تقتل من دور الواضع عندهم وفيها مصامير ده ما حضرتك تشويك باك في جمجمة مباشرة تلك طبعا اتواجه الى مستشفى الجامعة اللي هو المكان المؤهل للتعامل مع اديه الحالة تم استخدال الطفل وامره سلاتينه طفل كان كامل الوعي الحمد لله تم اجراع شعر مقطعي على المخ عشان يشوف المصور بوصل لفين بصضبط في المخ كان فيه مصور فيهم الى حد الناس فطح في عظامة بنجمة والتاني اللي هو كان مختارق عزامة بنجمة ويحتفل هنا في المخ تم استقصال الحمد لله والطفل الحمد لله كامل الوعي وبدون اي مضاعفات بعد الجراحة الحمد لله يعني المخ بتاع هذا الطفل الحمد لله سليم فيش اي مضاعفات ما فيش اي ضرر باذن الله سبحانه وتعاله ودي جراحة من الجراحات اللي تجرى زيها الاف سنويا سواء عندنا في الجامعة او في الجامعات الاخرى يمكن هو ده بس حركتنا وانتها عشان غرابة الحادث او شاية مصور بخة المخ لكن بطل ده ان احنا بنستغل في الحوادث يعني بنستغل نشوف المصابير بنستغل طلق ناري احيانا بنستغل خرطموش بنستغل احيات السكاكين والسلوف يعني الحمد لله بيتم التعامل معك كافية في مستشبهة الجامعة المختلفة سواء عندنا في سازيحة وفي جامعات الاخرى باذن الله دايما ربنا يوفقكم وربنا ينجحكم دايما في اللي بتقوموا بيه لانقاذ حياة وارواح الناس كل الشكر ليك يا دكتور وارجوك بلغ شكرنا لكل طقم العمل والفريق الطبي اللي لديكم فيه طب الزقزي كل الشكر ليك يا دكتور محمود دكتور محمود مصطفى أستاذ ورئيس قسم جراحة المخ والأعصاب بطب الزقزيح وشوف الدكتور محمود وهتحدث بأريحية شديدة على مساءات احنا بنشوف الحاجات دي كل يوم والحمد لله ربنا بيوفقنا وخدت بالك كمان يعني الدكتور لما قال احنا من نفس الجيل هو هو بتاع أمجادي عرب أمجادي اصلاحنا جيلنا كبر على الحاجات دي يعني واحنا فخورين بالمناسبة ان احنا جيل كبر على ده فكرة الاتحاد العربي فكرة تضامن الشعوب العربية فكرة احترام بعضنا البعض وفكرة محبة بعضنا البعض وفكرة ان احنا نجري دايما علشان المساعدة دكتور محمود كان لسا بيقولنا ان هو سافر مرتين قبل كده في يعني الى سوريا وحلب وما الى ذلك مش كده كان راح تحبيب يتطمن طيب ترجمة نانسي قنقر